موسيقى الجيش السوداني يقول انه يسيطر على جبل الاولياء في جنوب العاصمة وبحري والخرطوم دون مياه منذ بداية الحرب العراق يسحب القائم بالاعمال العراقي من السويد ويطلب من سفيرة السويد في العراق المغادرة ردا على تكرار السماح بحرق المصحف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد فرض واشنطن عقوبات على مصارف عراقية والبنك المركزي يقلل من تأثير الخطوة موسيقى خطة امريكية لنشر 2500 جندي شمال سوريا لدعم الاكراد تثير حفيظة تركيا موسيقى موسيقى اهلا بكم الى هذه الفترة الاخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين ونبدأها من السودان فقد حلقت مقاتلات الجيش السوداني صباح اليوم فوق مدن الخرطوم وامدرمان وبحري حيث قصفت عددا من المواقع وواصلت قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات اليوم تمشيط مناطق في جنوب الخرطوم معلنة عن تدمير سبع عربات تابعة للدعم السريع هذا وافادت مصادر عسكرية للحلث بان الجيش السوداني يسيطر على منطقة جبل الاولياء عند مدخل العاصمة الجنوبية واضفت المصادر ان قوات الجيش وفي اطار عملية التامين قامت بتمشيط كامل للمنطق وتكتسب منطقة جبل الاولياء اهمية استراتيجية كبرى فعن طريقها يمكن التحكم في منطقة وسط الخرطوم اضافة الى ربط خطوط الامداد شرقا بالطريق السريع عبر النيل الابيض وجنوبا الى مناطق جنوب امدرمان الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر من الخرطوم عمار أبو الشيبة عمار أهلا بك نبدأ من الوضع الميداني في الخرطوم عمار أهلا محمود نعم قبل لحظات عدد دوية المدافع لتعمل من جديد في شرق وجنوب العاصمة الخرطوم وهي تستهدف مواقع يقول الجيش أنها تتبع لقوات الدعبة السريع في عدد من جبهات القتال خاصة في أحياء المعمورة وأركويت والجريف غرب ومنطقة سوبا شرق هذه المواقع استهدفتها المدفعية الثقيلة صباحا وطيران أيضا وردت قوات الدعم السريع بعدد من المضادات الأرضية والجوية التي تنتشر في عدد من المناطق أيضا المنطقة المحيطة بسلاح أو بالمدينة الرياضية شهدت توترات وعمليات قصف مدفع ثقيل صباحا وعادت إليها قبل لحظات من جديد منطقة سلاح المدرعات والتي شهدت توترات بالأمس عدد المناوشات صباحا أيضا بعد عمليات تمشيط يقوم بها الجيش من خلال فرقة المهام الخاصة تقول الدعم السريع أنها أيضا تتصدى لعدد من المناطق التي تقع فيها هذه المناوشات وهذه المعارك الضارية بالأمس وتأكدنا من الأخبار أيضا الواردة منذ ليلة الأمس من منطقة العزوزاب بجنوب العاصمة الخرطومة التي كانت قد أشارت إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا جلهم من حي واحد وأغلبهم من الشباب جراء تعرضهم لقصف من مسيرة يقول الجيش بأنها تتبع للدعم السريع قصفت تجمهرا من المواطنين خرجوا للالتحام مع الجيش في تلك المناطق محمود إن كنت تسمع معي قبل اللحظات كانت هناك عدد من أصوات الانفجارات في جنوب العاصمة الخرطوم هذا الصوت ومنذ صباح الباكر وحتى اللحظات يتكرر وبشكل واضح المعارك تتسع رقعتها ما بين شرق الخرطوم وجنوب الخرطوم ووسط الخرطوم أسأل عن منطقة جبل الأولياء إلى أي حد لها هذه الأهمية التي تكون فارقة بالنسبة للجيش بعد أن سيطر عليها نعم هي من المناطق المهمة جدا في جنوب العاصمة الخرطوم وبمحاذاة النيل الأبيض هناك عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش وأيضا عدد من المقار والمواقع الاستراتيجية أهمها هو خزان جبل أولياء هذا الخزان الذي يغزي العاصمة الخرطوم وعدد من المناطق بالتيار الكهربائي وله نسبة معتبرة من هذا المخزون أيضا هذه المنطقة منطقة جنوب العاصمة الخرطوم تعتبر منطقة جبل أولياء هي المنفذ الوحيد جنوبا ويمكن أن يقود إلى وسط العاصمة الخرطوم وعدد من المناطق المجاورة لذلك لها أهمية استراتيجية كبيرة جدا باعتبار أيضا أنها تؤمن ظهر سلاح المدرعات والذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم وهذه المناطق التي تشهد تواجد للدعم السريع وتشهد أيضا تحصينات للجيش في عدد من المواقع لذلك لديها أهمية قصوى بالنسبة للجيش وبالنسبة للدعم السريع أمار عبو شيبة من الخرطوم أمار شكرا جزيلا لك أمار شكرا جزيلا لك من جانبها أطلقت قوات الدعم السريع صراحة عدد من أسر الجيش وعشرين مدني كانوا محتجزين لديها وذلك بتسهيل من الصليب الأحمر الدولي بحسب ما أعلنت سودان تريبيا وفي التفاصيل فقد أعلن الصليب الأحمر أن طرفي الصراع في السودان طلب منه أن يلعب دور الوسيط المحايد في عملية إطلاق صراح ستة من محتجز الجيش لدى الدعم السريع وأتيسير نقلهم لولاية الجزيرة وسط السودان وأوضح الصليب الأحمر أنه يمنع الحديث عن نوعية الأشخاص الذين أطلق صراحهم مضيفا أن الأهم في مثل هذه العمليات هو المساهمة في إعادة لم شمل الأسر وعودة المحتجزين إلى ذويهم في المقابل كشف قائد ميداني في قوات الدعم السريع لسودان تريبيا أن قواتهم أفرجت عما يزيد عن أشين مدني كانوا محتجزين في شرق النيل وبحري على وعلى مدينة أم دورمان زميلي توني مزرعاني معي هنا في الستوديو يعطينا لمحة واسعة على المعاناة الإنسانية التي يعانيها السودانيون إليك توني مستر خير محمود إذن مشاهدين مع دخول السودان شهرها الرابع الأزمة الإنسانية أخذ في التدهور في ظل عدم أبسط المعايير الحياتية ما يعقد حياة المدنيين ويجعل معايشتهم شبه مستحيلة بحسب شهود عيان ومنظمات إنسانية أولى هذه الأزمات هي المياه حيث أفادت اللجنة العليا لتوارئ المياه بأن محطات المياه في مدينة بحري توقفت عن العمل منذ اليوم الأول من الحرب ويضاف إليها الخرطوم كما أن فرق سيانة الكهرباء فشلت في تصيح الأعطال الفنية بمحطات المياه لإيصالها للمدنيين لأنها قريبة من مكان الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شكوى أهالي الخرطوم لا تقتصر فقط على شح أو انعدام المياه والكهرباء بل أيضا اشتكوا من انبعاثات روائح كريهة إذ رجح كثيرون أن تلك الروائح تنبعث من الجثث المتناثرة والمتحللة للقتلة وأفيد أن الصليب الأحمر الدولي نجح في نقل نحو مئة جثة لكنه لم يستطع دفن كل الجثث لأنه يعاني من عدم وجود ممرات أمينة كما يتخوف سكان الخرطوم من تدهور بيئي كبير في العاصمة يؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة وتزايد حدته طبعا مع اقتراب موسم هطول الأمطار وأفاد نشطاء في المجتمع المدني للشرق الأوسط أن قوات ترتدي زي الدعم السريع اعترضت عملهم ومحاولات دفن الأعداد الكبيرة من الجثث المنتشرة في الشوارع هذه الأزمات يضاف إليها انهيار الخدمات الصحية والعلاجية في الخرطوم حيث اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بسيطرتها على عدد كبير من المستشفيات وهي التهمة التي ينفيها مستشرو قوات الدعم السريع كما أن نقابة الطباء السودان اتهمت أيضا الدعم السريع بسيطرته على مستشفيات كثيرة مع الإشارة إلى مخازن الأدوية التي تقع في مناطق الاشتباكات هذا وتعاني الخرطوم من أزمة أخرى حيث تكدست شوارعها بالنفايات وتحولت لمكب كبير إذ أن السكان يضطرون لحرقها وسط الأحياء الأمر الذي يسبب تخريبا إضافيا للبيئة مع تسجيل إصابات عدة بالربو والحساسيات يضاف إلى ذلك خدمة انقطاع الإنترنت عن كثير من المناطق بسبب خروج مزودي خدماته عن العمل أو ضعف الخدمة هذا كل شيء محمود أعود لك شكرا لك توني شكرا جزيلا شكرا لك بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه معات الإسرائيليين يخرجون في مسيرة احتجاجية تبدأ من تل أبيب تصل السبت للقدس وعصيان ضباط الاحتياط يصل لأطباء الجيش اليوم الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسي للشغل هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا أنفسها الحوار مفقود بين السلطة وباقي المجتمع هل نحن أمام أبو عزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعم حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم عدد من الصحفي نفذ اليوم مقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بدأت ذكرها رئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس حكومة إذا كانت الميزانية والغزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السودية كما وجه بالطلب من السفيرة السودية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السودية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي كما أفدت وكالة الأنباء العراقية بأن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت توقيف عشرين متهم من المشاركين في الاعتداء على سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهول وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وجه بإطلاق صراح الصحفيين المعتقلين خلال حدثة حرق السفارة السودية هذا وعقد مجلس الوزراء العراق اتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السودية رخصة لحرق نسخة من المصحف الشريف وحادثة حرق مقر السفارة السودية في بغداد ودان الاتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني حرق مقر السفارة السودية واعتبره خرقا أمنيا لابد من معالجته على الفور ولكنها هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع السويد إن تكررت حادثة حرق المصحف حذر زعيم التاري الصدري مقتدى الصدر السويد من مغبة السماح بالإقدام على حرق العلم العراقي والمصحف الشريف وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر إن السويد تتعدى وتتخطى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق بإعطائها الموافقة على حرق علم العراق وأضاف الصدر أنه ينتظر تحركا رسميا من السلطات العراقية قبل أي تصرف خاص به من بغداد المحلل السياسي لأستاذ حمزة مصطفى أستاذ حمزة أهلا بك كيف تتغير الأمور بعد دخول الصدر على خط هذه المشكلة نعم شكرا جزيلا أستاذ محمود لك والمشاهدين الكرام حقيقة سيد مقتدى الصدر ابتعد عن العمل السياسي وقد أثبت ذلك روم حصول كثير من الأحداث والحالات وحتى أحيانا الإفزازات من بعض القوى السياسية ولكنه ظل مبتعدا ولكن في قضايا الدين بقي يتخذ مواقف حادة في قضايا من هذا النوع مثل قضية حرق القرآن في المرة الأولى أيضا حاول الصدريون اقتحام السفارة السويدية في بغداد ولكن تم منعهم بأوامر منه ولكن تكرار هذا العمل الذي حصل اليوم يعني بدأ أن القضية أخذت بعد آخر فاقتحم الصدريون أو آخرون أيضا ليس فقط الصدريين هم الذين اقتحموا السفارة وأحرقوها الأمر الذي جعل الحكومة العراقية تعمل بمسارين المسار الأول هو إدانة هذا العمل واتخذت إجراءات صارمة بحق من قام به باعتقال عدد كبير من المشاركين وأيضا إحادة عدد من عناصر الأمن المحيطين بالسفارة باعتبار مسؤوليتهم هي حماية مقرات السفارات والبعثات الأجنبية المسار الآخر الذي اتخذته الحكومة العراقية بنقطتين الأولى هي تحذير السويد فيما إذا أقدم هذا الذي قام بهذا العمل المدان بحرق القرآن بأن العراق سوف يتخذ إجراءات أقوى من هذا الموضوع ولكن الحكومة السويدية تحت ذريعة حرية التعبير سمحت له وأحرق القرآن مصحف الشريف والعلم العراقية الأمر الذي جعل العراق يتخذ قرارا كبيرا وهو قطع العلاقات الدبلوماسية سحب السفير العراقي من السويد وطرد السفيرة السويدية والذين معها من بغداد البعض كان يتحدث عن ظاهرة حرق السفارات وأنت شوز حمزة تعرف هذا الموضوع بأنه كان ظاهرة منتشرة في إيران إذا اختلفت سياسيا مع أي دولة تم حرق السفارة في هذا الموضوع رغم أن الأعراف الدبلوماسية تمنع هذا منعا باتا إلى أي حد يمكن أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الداخل العراقي يعني الحقيقة قد طبقا الإجراءات التي اتخذت اليوم يبدو ما كان متصور أو المسؤولية وقعت على عاتق العناصر الأمنيين الذين كانوا ينبغي أن يتصرفوا بمهنية على هذا الصعيد ويمنعوا الذين حاولوا أو دخلوا السفارة من دخولها وإذا لم يتمكنوا كان ينبغي لهم أن يطلبوا قوات إضافية لأن عملية حرق السفارات والبحثات الدبلوماسية أمر مرفوض ومدان وبالتالي يعرض البلد إلى الكثير من المواقف المعرجة حيال دول العالم وهذا طبعا أمر واضح للجميع ولذلك اتخذت الحكومة العراقية قرار بهذا الشأن وهو أول قرار بالمناسبة يعني الحكومات السابقة جرت فيها عمليات من هذا النوع ولكن جرت تسويتها بطريقة معينة ولكن إجراءات اليوم اعتقال عشرات المشاركين ربما ستحدثت عقوبات كبيرة بحق العناصر الأمنية وكل الطاقم الأمني المحيط بالسفارة وحتى البعيد تقريبا عن السفارة سيتعرض للعقوبات هذا سيشكل نقطة رادعة لأنه هذا يعبر عن أنه الدولة بدأت تتصرف بطريقة تحترم سياقاتها يعني هنا سياق ومنع حرق السفارة ولكن بالجانب الآخر تكث قرار وهو قطع العلاقات لأن مسألة حرق القرآن والعلم العراقي أمر لا يمكن السكوت عليه الضغط الديني يوسو حمزة طبعا ليس في العراق فقط في كل الدول الإسلامية وربما كانت هناك تحركات كبرى بافتجاه هذه الظاهرة ظاهرة حرق القرآن ولكن الضغط الديني على السياسي يعني دائما هناك مطالبة بفصل ما هو سياسي عما هو ديني لكن في هذه الحالة يعني هناك ضغط ديني على ما هو سياسي وله ظهير شعبي كبير في الشارع ليس الشارع العربي فقط وإنما الشارع الإسلامي بشكل كامل إلى أي حد هذه الظاهرة واضحة في الحالة أو لها خصوصية في الحالة العراقية الحالة العراقية العراق دولة مدنية صحيح الآن كثير من الأحزاب الإسلامية خلصا بعد عام 2003 دخلت العمل السياسي وهي الغالبية هذا الآن يعطيك خريطة للبرلمان العراق ربما غالبية النواب ينتمون إلى أحزاب إسلامية أو ترفع شعارات إسلامية ولكنها تقول في حيثياتها وفي الكطابات إنها مع بناء دولة مدينية حتى المرجعية العليا في النجف أيضا تتحدث عن بناء دولة مدينة وبذلك هناك نوع من الفصل بين الدين والسياسي ولكن هناك ظواهر شعبية يعني أبرزها التيار الصدر الذي هو تيار شعبي يمثل فقراء العراق وهؤلاء عاطفيون عندما أمرهم زعيمهم السيد مقدس الصدر يتصرفون بالطريقة التي يعني يرون أن هذا القرار يجب أن ينفذ والصدر هنا على صعيد عملية حرق القرآن يلاقي تجاوب شعبي واسع من كل العراقي ليس فقط من أبناء التيار الصدر ولكن إذا تريد أن نتحدث ببعد آخر عن موضوع الفصل الدين عن السياسة هذا طبعا ينبغي أن يكون واضح لأن حتى الدولة تستطيع أن تتصرف ممكن أن تأخذ إجراءات دون أن تجد نفسها في حرج يعني اليوم القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بقطع العلاقات دولماسي كان ممكن أن يكون أقوى بكثير لو لم تحرق السفارة السويدي وبالتالي هنا هذا العمل يجب أن ترعى حتى من قبل رجال الدين أي أن كان التيار الذي يتبعهم يعني كنا نتابع مثلا الحشد الشعبي بفتوى مثلا يعني مقاومة بلغة العراقيين من فترة كبيرة جدا مقاومة الاحتلال الأمريكي كانت بفتوى بعض التشكيلات الحكومات كانت بفتوى من المرجعية وبالتالي هل قلت أستاذ حمزة هذه السطوة ما هو ديني على ما هو سياسي قلت بغض النظر عن هذه الظاهرة التي ينقطها ويرفضها كل المسلمين في العالم يعني ويحرق القرآن نعم بالنسبة للمرجعية الفتوى الوحيدة التي التي اتخذتها هي الفتوى محاربة داعش وليس الاحتلال الأمريكي احتلال أمريكي حصل عام 2003 وكان هناك احتلال وقع والمرجعية يعني كان موقفها رافض ولكنها لم تفتي الناس بمقاومات أصبحت شعبية عامة ليس فقط شيعية كان أول المقاومين ثم لحقهم الشيعة من التيار الصدري وقوى شعبية كثيرة ولكن الفتوى الواضحة هي فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت عن المرجع الديني الشيعي الأعلى السيد على السستانة عام 2014 عندما احتلت داعش نحو أربع محافظات عراقية كانت الفتوى هي مقاومة هذا التنظيم الإرهابي وانخراط الناس في القوات العسكرة وبالفعل تشكل الحجد الشعبي بناء على هذه الفتوى التي كان للحجد يعني دور كبير في إيقاف تقدم داعش إلى بقية المحافظات العراقية إلى أن بدأت القوات العراقية التي انهارت حوالي خمس فرق منها أول أيام الاحتلال داعش أعيد بناءها من عام 2015 وتمكنت من طرد تنظيم داعش أو آخر عام 2017 سيد حمزة مصطفى المحلل السياسي من بغداد شكرا جزيلا لك أفاد مرسل الحدث بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفا البنك المركز العراقي أصدر بيانا قال فيه أن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية وقبل تشكيل الحكومة الحالية وأضاف البيان أن المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكل طلباتها سوى 8% من مجموع التحولات الخارجية إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الحملة التي تشنها أمريكا على منع تهريب الدولار من العراق إلى إيران مفيدة خصوصا إذا تعلقت بهذا العدد الكبير من المصارف نحن إذن أمام حملة جديدة تشنها واشنطن في إطار مكافحة تهريب الدولار من العراق إلى إيران 14 مصرفا عراقيا باتوا على لائحة العقوبات الأمريكية وفق ما ذكرت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية التي أوضحت أن ذلك الإجراء يمنع تلك المصارف من إجراء معاملات بالدولار في إطار هذه الحملة القرار الأمريكي الجديد يأتي بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركز العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة يومها جاء قرار المركز بعد تحذيرات أمريكية واتهامات لهذه المصارف الأربعة بتهريب العمرة في يناير الفائد ذكرت الصحيفة الفرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا تتبع لمؤسسات أحزاب سياسية أوضحت أن تلك المصارف هربت 100 مليون دولار أمريكي في إيران تلك المصارف وفق الصحيفة الفرنسية تتبع لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو تلقى دعم شخصيات سياسية موالية لإيران الصحيفة الفرنسية ذكرت حينها أن الأموال المهربة إلى إيران استخدمت لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا في لبنان على وجه الخصوص وهي عمليات تصفها عدة دول بأنها مزعزعة لاستقرار المنطقة هذا وسبق أن نشرت أو نشرت معلومات عن شراء عدة بنوك خاصة للدولارات من البنك المركز العراقي قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده فعلا هذا ما حدث إذ بات سعر الدولار الأمريكي أعلى بكثير من سعر الدنار ما وضع المودعين والمداخرين في موقف صعب تعتزم الولايات المتحدة إرسال 2500 جندي ومجموعة من العتاد العسكري إلى شمال سوريا لدعم الأكراد في المنطقة ما يثير حفيظة السلطات التركية التي تصنف الجماعات الكردية المسلحة في سوريا بالإرهابية وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن مؤخرا عن وجود ما وصفه بمبادرة روسية إيرانية لترضي القوات الأمريكية المتمركزة في الشمال السوري ونقرت صحيفة تركية عن مصادر لم تسميها أن نشر الجنود الأمريكيين في سوريا والعراق سيمتد إلى تسعة أشهر على الأقل وأضافت الصحيفة أن خطة أمريكية لنشر قوات في سوريا تلقي بظلال من الشك حول الموقف الأمريكي من مكافحة الإرهاب كما تثير تساؤلات حول التزامها تجاه الحلفاء بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه هجرة المناخ سيناريو جديد يهدد البشرية مع استمرار أزمات الاحترار صاروخ لديها القدرة على التكيف مع منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات البحرية الأمريكية تطور برامج تسلحها لمواجهة الصين وروسيا وأكبر مستورد للسلاح في العالم في مأزق بسبب العقوبات الغربية على موسكو ما يفعل الأمريكية والمودية الآن هو أن يذهب إلى الأمريكي ويقوم بإمكانك تسلحها المناخ وليس لن تسلحها على روسيا ويقوم بإمكانك تسلحها إلى أخرى المناخ عالم الأسلحة وأنظمة الدفاع حلق طائرة المستير لأكثر من عشرين عاماً عسكر تاريا مع أسامة سرايا السبت العشرة والنصف على شاشة العربية اشتركوا في القناة الله حقاً هو العيشة الكريمة والحياة الكريمة اللي سعى الأمريكي اللي بيان هذه المرة من المتوقع أن تعقد اليوم اللجنة المالية العليا التي شكلها مؤخراً المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اتماعها في مدينة سيرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي وبحسب وكالة الأنباء الليبية فإن اللجنة ستطرق إلى موضوع التوزيع العادل لعوائد الثروات وفي مقدمتها عوائد النفط وعكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي قد أجرى العديد من الحوارات والمشاورات مع أطراف محلية ودولية لضمان نجاح عمل اللجنة وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار ويشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنيفي وفرحات بن قدارة نائباً له وعضوية ستة عشر أخرين بينهم وزراء ومسؤولون من مدينة سيرت ومن أمام مقر عقاد لجنة المالية ينضم إلينا مراسل الحلث محمد مسعود محمد أهلاً بك هل بدأت الاتماعات وتعطينا نبذة سريعة عن هذه اللجنة وإلى أي حد لديها مقبولية أو خدت تصديقاً من البرلمان أما أنها تخص المجلس الرئاسي فقط وهل لها صلاحيات؟ نعم محمود نبدأ من حيث بداية هذه الاجتماعات فقط انطلقت هذه الاجتماعات في جولتها الأولى وهو الاجتماع الأول من نوعه لهذه اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ثمانية عشر لهذا العام وهي لجنة مختلفة تماماً عن اللجنة التي قرها مجلس النواب الليبي رغم تشابه الأهداف التي وضعت من أجل هذه اللجنة أو وضعت هذه اللجنة من أجل تحقيقها وهو تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات أو حتى الشفافية من حيث الصرف على أبواب الميزانية العامة خاصة ما بعد المطالبات الأخيرة من قبل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب وكسبه عديد القضايا وآخرها صدور أمر قضائي ولائي يقضي بضرورة تعيين حارس قضائي ورشحه رئيس الحكومة مع تصارع كل هذه الأحداث وصلنا إلى هذا الاجتماع اليوم الأول من نوعها الذي يجمع جميع الأطراف الفاعلة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي والاجتماع على طاولة واحدة من أجل تحقيق عدد من الأهداف التي وضعت لهذه اللجنة وأبرزها المسألة المتعلقة بأوجه الانفاق العام ووضع تصور شامل لكيفية الانفاق العام للدولة أو حتى تحديد الإرادات السيادية للدولة الليبية وهنا يقصد بها بشكل واضح مسألة النفط والإرادات الناتجة عن بيع النفط الليبي باحتبارها المورد الأساسي والرئيسي ويشكل 90% من إجمال إرادات الدولة الليبية لذلك يجتمع هؤلاء الحاضرون من خلفي في هذا المقر الآن في هذا الاجتماع من أجل وضع هذا تصور من جهة أو حتى وضع نظامهم الداخلية أو اللائحة الداخلية التي سوف يعملون بها ونظام انعقاد اجتماعاتهم في الفترة القادمة كما نص القرار محمود باعتبار أن الاجتماع الأول ينبغي أن يناقش هتين المسألتين فقط المسألة المتعلقة بنظام عمل هذه اللجنة أو حتى المسألة المتعلقة باتخاذ قراراتها وآليات اتخاذ القرار ولكن من يتواجد في هذه القاعة هم ممثلين ووزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ونتحدث عن الأطراف الممثلة عن الأطراف الفاعلة في غرب وجنوب البلاد كلهم يجتمعون على طاولة واحدة من أجل وضع حد لهذه المطالبات العديدة والمتكررة بخصوص مسألة الانفاق الحكومي أو حتى التوزيع العادل للإرادات السيادية للدولة الليبية أو حتى مسألة الأفصاح والشفافية في كل ما يتعلق بالمال العام الليبي محمد سألتك عن الصلاحيات يعني لو اتخذت قرارات هل يقبلها بقية المؤسسات الأخرى مجلس الدولة، البرلمان، الحكومتين أو الحكومتين أو حكومة وحكومة تحت التأسيس الإجابة باختصار محمود على هذا التساؤل تكمن في من يجلس على طاولة في هذا المقر من خلفي الآن هناك رئيس مؤسسة النفط الليبية باعتباره هو المسؤول عن كل الإرادات قبل تحويلها إلى مصرف الخارجي هناك ممثلين عن الحكومة المتخبة أو المكلفة من قبل مجلس النواب يتواجدون أيضا أمام نظرائه من الحكومة في غرب البلاد وهناك أيضا ممثلين اقتصاديين أو خبراء فنيين في هذه اللجنة أيضا الدعم الذي حظيت به هذه اللجنة في قرار تأسيسها من قبل المجلس الرئاسي من بعض صفراء الدول أو حتى عواصم غربية يعني يعطي إشارة أو دلالة واضحة محمود على أن كل هذه الوجوه المجتمعة في هذه القاعة هي الفاعلة في المشهد الليبي ولكن كما تعلم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل هذا الاجتماع لن يعتمد عليه كثيرا بينما سوف يجرى التعمق أو الغوص في التفاصيل في الاجتماعات القادمة ومعها آلية تأخذ القرار التي حددها نص القرار بضرورة حضور الثلثين من يتواجد في هذه القاعة هم 17 عضوا بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي وهو العضو الثامن عشر في هذه اللجنة اللجنة ونرى قراراتها وتطبيقها من عدم في الفترة القادمة إنما حققت المرجو منها وهو العدالة في التوزيع أو حتى الشفافية شكرك محمد مسعود مرسلنا في مدينة سيرت محمد شكرا جزيلا لك نبقى في ذات الموضوع وتمتد الأسئلة أيضا إلى الأستاذ أحمد المهدوي المحلل السياسي من بنغازي أستاذ أحمد أهلا بك أنا سألت محمد مسعود عن الصلاحيات يعني ماذا لو أن هذه اللجنة انتهت إلى صلاحيات معينة والمفروض تنفذها فمن الذي يقبل ومن الذي يرفض هذه الصلاحيات خصوصا أنها تأتي من المدلس الرئاسي وسلطته استشارية فقط تحياتي لك أستاذ محمود وتحياتي لمرسلكم أستاذ محمد سعود ومشاهدي الحدث نعم أستاذ محمود بالطبع سؤال مهم جدا هل سيقبل الطرف المستفيد من إيرادات النفط بقرارات هذه اللجنة لا سيما وأن الأساس الذي قامت عليه هذه اللجنة هي التوزيع العادل للإيرادات وجاءت هذه اللجنة أو تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على ضغوطات من قبل الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة الدكتور سامة حمد ودعمت بدعم من القيادة العامة في خطاب المشير خليفة حفتر الأخير المشكلة قديمة حديثة أستاذ محمود المعضلة هي في كيفية توزيع الإيرادات وهنا نتحدث عن المستفيد الحالي من هذه الإيرادات وهي حكومة الوحدة الوطنية بالطبع أعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقبل بقرارات هذه اللجنة لا سيما وهو أن ملف الفساد أو شبهة الفساد تحوم حول هذه الحكومة وفي حال رفضها لاستجابة ولتنفيذ مطالب هذه اللجنة بتوزيع العادل للإيرادات وتقسيمها على الأقليم الثلاث سواء كانت برقة أو طرابلس أو فزان وهذه الدلالة على عدم رغبة حكومة البيبة في أن يكون هناك عدالة واقعية في توزيع الإيرادات وهنا أيضا نحاول أن ننوه بأن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اجتمعت أمس قبيل هذا الاجتماع ببعض من أعضاء اللجنة المالية لوضع النقاط الأساسية وهو الدلالة على حرص الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان العمل على إنجاح عمل هذه اللجنة وأن يكون هناك عدالة وتوافق في توزيع الإيرادات بين الأقليم الثلاث على عكس ما يقوم به السيد البيبة وهنا أيضا سيكون أمام اختبار حقيقي ومهم في حال رفض تلبية أو تنفيذ مطالب هذه اللجنة فهنا سيكون مكشوفا أمام الشعب الليبي وأمام الدول التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية بأن السيد عبد الحميد البيبة لا يريد أن يكون هناك شفافية في كيفية دخول وصرف هذه الإيرادات أيضا سيحد من استخدام عبد الحميد البيبة لنفوده ولمصرفاته الغير مقبولة على المجموعات المسلحة كلها ستكون مقننة وهنا سيعرف الشعب الليبي ما هو الداخل إلى خزينة الدولة الليبية وهو ما الذي خرج منها وفق جدول وفق تقسيم يتفق عليه أعضاء اللجنة المالية طيب هنا في نقطة تتعلق بمسألة يعني إلى أي حد يمكن أن يكون هذا التقسيم ملزم في الفترة القادمة يعني إذا قسم ما بين الأقاليم المهمة نعم العائدات إلى أي حد يمكن أن يكون ذلك ملزم لما يأتي بعد يعني هذه المرحلة شوف ستد محمود هو كما قلت نبدأ طرحي أن هذه المشكلة قديمة حديثة يعني التوزيع العادل للتروات هو ليس بجديد على ليبيا يعني منذ الحكم النظام السابق كانت تعاني ليبيا من نفس المشكلة وعدم التوزيع العادل للتروات النقطية رغم أن هناك كان عدالة أمنية كاملة على ليبيا لأن التوزيع في كيفية التنمية أو توزيع حتى فيما يخص المناصب السيادية أو حتى يعني البعثات الدبلوماسية أو البعثات الدراسية هناك إشحاف واضح جدا من السلطة المركزية في العاصمة طرابلس يعني اتجاه الأقاليم الأخرى سواء الشرق أو جنوب البلاد وهنا نتحدث عن الألية أو كيفية الزامية هذه التقسيمة بالطبع سيقبل الجميع بهذه التقسيمة وفق ما تحتاجه يعني هنا سنراعي المعيار الجغرافي ونراعي المعيار منابع النفط يعني هناك منابع النفط في ليبيا سواء في الجنوب أو في المنطقة الوسطى يخرج منها النفط ولا يرى سكانها أي شيء من هذه التروات هم فقط يحصدون الأمراض أو يحصدون سوء الأوضاع المعيشية جراء قروج هذا النفط من تحت أقدامهم ولا يستفيدون منه المطلوب هو توزيع عادل سواء كان في التنمية المكانية أو حتى أحداث نوع من التغير ولو بشكل طفيف جدا لا يريدون الكثير من الحكومة المركزية في العاصمة طرابلس نرى أهدار بشكل واضح وصريح جدا لأموال الشعب الليبي هناك حالة فقر غير مسبوقة بعد العام 2011 شهدتها ليبي على مرر الحكومات المتعاقبة سواء من 2011 إلى هذه اللحظة ولا يمكن الآن أن نلوم على حكومة البرلمان حكومة المكلفة برياس الدكتور السامة حمد لأنها لا يسير إليها الأموال وهي تقوم بالفعل بتنمية على قدر ما هو مستطاع أو ما هو موجود لديها من الخزينة الأموال الليبية تصرف وتهدر على مسمع ومرأة من المجتمع الدولي دون وضع ترتيبات محددة تقيد تصرفات سيدة بيبة حتى لا ندخل في مرحلة الإفلاس واللجوء إلى الدين من البنك الدولي شكرا جزيلا سيد أحمد المهدوي من بنغازي شكرا جزيلا لك أدى طرح مشروع التعديلات القضائية في يناير إلى إحدى أكبر الاحتجاجات في إسرائيل حيث نظم عشرات الألاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية منذ مطلع العام في جميع أنحاء البلاد ووقع العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وثيقة أكدوا فيها رفضهم الخدمة على أساس طوعي احتجاجا على تعديلات نظام القضاء كما خرج المئات من جنود الاحتياط الإسرائيلي في مسيرة مهددين برفض الخدمة الطوعية إذا مضت الحكومة قدما في خطتها منظم الاحتجاجات اطلعوا وكالة رويترز على ثلاثمائة رسالة من أطباء عسكريين قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من سبعمائة وخمسين جندي احتياط يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل احتجاجات جنود الاحتياط لقت اهتماما خاصا إذ حذر كبار مسؤول الدفاع من أن الاحتجاجات تشكل تهديدا للأمن القومي فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الاحتجاجات لا طالما فاخرت إسرائيل بمؤسساتها الأمنية وقدراتها العسكرية قد جاء ترتيب جيشها هذا العام في المركز الثامن عشر على مستوى العالم وفق تصنيف مؤشر Global Firepower المتخصص في الشؤون العسكرية واليوم يتزايد في إسرائيل القلق إثر امتناع البعض عن أداء الخدمة العسكرية ومشاركة جنود الاحتياط في تظاهرات ضد الحكومة رفضا لخطة التعديلات القضائية ترجمة نانسي قنقر قالت منظمة هيومان ريتس ووتش إن قوات الأمن التونسية بما فيها الحرس البحري ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالب اللجوء الأفارقة وحثت المنظمة لاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لتونس متهمة السلطات التونسية باستخدام القوى المفرطة والاعتقال والطرد الجماعي ضد المهاجرين هذا وأشتكى كثير من السودانيين الذين فروا إلى تونس من تجاهل مفوضية اللاجئين لأوضاعهم المأساوية وعدم توفير سكن أو عمل لهم فيما تعاني المفوضية بدورها من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية في ظل أوضاع صعبة يعيشها اللاجئون منذ وصولهم إلى الأراضي التونسية فرين من الحرب والله يجد من ليبيا والمعانا في ليبيا وجد عانائة هنا في تونس والتونس هي الأمن فهنا جئنا للأمن مجينا لحياة آخر واعتبروا البشر الكحلة يحربون هنا يحربون محاربة البشر قحلة محاربة ومعروفة والبشر السوداء محاربة ومعروفة في كل دولة عربية أي دولة محاربة ب carbohydrate من السودان قتيت ظروف الحرب الحرب لحربات قتيت إلى ليبيا من ليبيا أتيت إلى تونس من طريق الصهراء ما أشي أربع عيان في الصهراء لا أكل مشرب لا شيء المهم نأخذ ميس من الناس السعي التوانسا بأعطونا الخبز ومع ربنو كتر خيرون واجيني هنا لتونس قدمنا المفوضية المفوضية هنا يعني أعطونا كنو بأعطوها بتاغا انطلقنا في العمل معناه مع المهاجرين الهضم من دونس 9 جويليا تحولنا رفقة السلطة المحلية والجهوية وممثلين عن الأحمر التونسي متمثل في الدكتور عدوتيف جابو ووالي مدنين وسيد معتمد الجهة ومجموعة من المطوعين تحولنا المنطقة الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا عيننا وضعية المهاجرين الهضم قدمنا معناه للإسعافات الأولية والتدخلات العاجلة لفئة المهاجرين الهضم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستتعامل ابتداء من اليوم مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ناقلة محتملة للبضائع العسكرية وأضافت أن الدول التي ترفع السفن المتجهة للموانئ الأوكرانية أعلامها ستعد أطراف في الصراع إلى جانب أوكرانيا وأعلنت موسكو أن الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة مؤقتاً للملاحة دون أن تقدم تفاصيلة بخصوص أجزاء البحر التي ستتأثر من جهة أخرى أعلن البيت الأبيض أن روسيا تدرس أمكانية شن هجمات ضد سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود لتتهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشن هذه الهجمات وأكد البيت الأبيض أن المسؤولين الأمريكيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاماً بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية معتبراً أن روسيا بذلت جهوداً منسقة لتبرر أي هجمات على سفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات وختم البيت الأبيض قائلاً إنه لوحظ بالفعل أن روسيا استهدفت موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية في أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى تدمير بنية تحتية زراعية وستين ألف طن من الحبوب من موسكو إلينا سوبونينا المتخصصة في الشؤون السياسية الاستراتيجية إلينا أهلاً بك هذه الخطوة يعني البعض يعتبرها إعلان حرب على الجميع وليس على أوكرانيا فقط إذا كانت روسيا ستعادي أي سفينة ترفع أي علم لأي دولة هل هذه خطوة مدروسة خطوة عاقلة فيها دبلوماسية فيها تأني مرحباً بكم أكيد أن هذه الخطوة هي مدروسة لأن روسيا كانت تفهم أنه الآن ستنتهي اتفاقية الحبوب وروسيا كانت تعرف بأن الرئيس الأوكراني سيد زيلنسكي سيحاول استفزاز روسيا هو الآن يقول أن أوكرانيا تريد تصدير الحبوب بغض النظر من موقف روسيا فهذا الأمر غير مقبول لأنه يحاول أن يضع روسيا في موقف حرج إذا ذهبت بواخر بدون رد الفعل للروسي فهذا سيؤثر على الوضع حتى في داخل روسيا وعلى شعبية القيادة السياسية والعسكرية أما زيلنسكي يمكن يفكر أنه إذا ضربت روسيا هذه الصفن فستكون هناك ضج من جديد على مستوى العالم ولكن على روسيا أن ترد على مثل هذه الاستفزازات أنا أسأل هنا عن اتفاقية الحبوب يعني الروس لديهم اشتراطات يقول والله إذا تم لفاء بهذه الشروط ستعودها للاتفاقية مرة أخرى لكن لم يعلن عن هذه الشروط يعني ماذا يريد الروس تحديداً لعاد العمل بهذه الاتفاقية اتفاقية الحبوب مرة أخرى وبشراكة تركية للحل في هذه المشكلة نحن مختصين نعرف هذه الشروط مثلاً هناك البنك الزراعي الحكومي في روسيا تابع لوزارة الزراع وهذا البنك كان من المفروض أن يحصل على استثناءات متعددة في نظام العقوبات وهذا الأمر ضروري من أجل تصدير الحبوب من روسيا وأيضاً الأسمد فللأسف الشديد رغم الضمانات من قبل الممم المتحدة من قبل تركيا هذا البنك وغيره من بنوك روسية متخصصة في هذا المجال لم تحصل على استثناءات من دول الغرب أو مثلاً هناك أنبوب الأسمد من مدن روسية إلى مدينة ديسا الميناء في أوكرانيا كانت هناك ضمانات لسلامة هذا الأنبوب وأمانته ولكن الأوكران فجروا هذا الأنبوب في الشهر الماضي نعم طب من من الضامن يعني جربنا تركيا والحقيقة كانت وساطة مفيدة ونتج عن هذه الاتفاقية في اعتقادك من يقبل يعني من يدخل الآن فيكون مؤثر ويقبل به الروس روسيا تستطيع أن تقبل بجميع الوسطاء حتى بما فيها دول عربية إذا أرادت أن تتدخل ولكن ما هي الفائد من هذه الضمانات إذا دول الغربة ما استمعت إليها الضمانات تركية كانت قوية ضمانات الأمم المتحدة كانت قوية ولكن مشكلة أن أمريكان لا يحترمون هذه الضمانات ونعم وعدوا حتى وعدوا لوسطاء أنهم ستكون هناك استثناءات ولكن لم يفعلوا ذلك فهذا الأمر غير مقبول العودة لهذه الاتفاقية لن تتم بسهولة برأيه وأصلا يمكن لن تكون هناك نفس الاتفاقية من المفروض أن تكون آلية جديدة وأما الآن فروسيا مستعدة أن تبيع حبوب الأسمد بشكل مباشر لتركيا لدول إفريقية لدول آسيوية هذا هو مخرج مخرج جيد وأكثر من ذلك روسيا مستعدة أن تتبرع ببعض الكميات من الحبوب لدول فقيرة وأكيد أن روسيا ستقدم أيضا أسعار منخفضة فاتفاقيات صناعية أفضل بكثير ولكن نحن نتكلم عن حبوب روسيا بنسبة لحبوب من أوكرانيا رغم أن الآن موسم زراعي مهم ولكن لابد من أن يتكبد خصائر في هذا المجال شكرا كلينا سبونينا من موسكو شكرا جزيلا لك ظهر مفهوم اللجوء البيئي لأول مرة عام 2013 بفضل رجل من جزيرة كرياباتي يدعى يون الذي كان أول مهاجر منخ ترجمة نانسي قنقر تشر بقطع مصور على موقع التواصل الاتماعي لقط يتبرد بالماء ترجمة نانسي قنقر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر